السلام عليكم بعد الأخبار السيئة جدا 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 اللي قلتها المرلي فاتت على القانون الجديد في إيطاليا اليوم فم أخبار مفرحة جدا 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 اللي هي كونتر الأخبار السيئة اللي قلناها المرلي فاتت على القانون الجديد في إيطاليا نذكر بيتفاي على القانون الجديد اللي عملته رئيسة بوهية وحكمتها رئيس الحكومة الطاليانية اللي تحكم في طاليا توا اللي هي من الحزب اليميني المتطرف شنو القوانين يقولوا القوانين تنص على انه الحراجة المهاجرين غير شرعيين كانوا كيهزوهم المركز الترحيل تشينترو أقصى حد يقعدوا 90 يوم اللي هي تلتا شهور ردوها عام وستة شهور اللي هي 18 شهر عام ونص والحاجة الثانية حتى ولو تطلب حقك في اللجوء والحماية الدولية يهزوك المركز الترحيل المسكر مش الكارة والكومونيطاة تخرج وتدخل والقانون الثالث انهم يكثروا ويزيدوا ويبنيوا تشينترويت مراكز اعتقال المهاجرين وترحيلهم اليوم عنا اخبار مفرحة جدا من القضاء الايطالي على خاطر رأوا في اللخر بكل لا حكومة لرئيس لبلاد هذي في اللخر بالكل القضاء هو اللي حكم القضاء العدم وزارة العدم هذي هي اللي تحكم في اللخر يعني حتى رئيس البلاد حتى رئيس الوزراء حتى وزراء هما يقدموا ديكراتو يقدموا قانون وإلا 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 وحتى ولو جمعات البرلمين الكل يوافقوا على القانون ويبدأوا يطبقوا فيه في اللخر بالكل راهوا لازم الورقة جي من عند القاضي يعني حتى الترحيل ترحيل المهاجرين راهوا القرار اللي خرقني راهوا من عند القاضي وهنا تحية كبيرة جدا 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 للقضاء الإيطالي اللي في في حالة خاصة بيا أنا حالة خاصة بيا أنا وقتها طلبت وزيرة الداخلية ورئيس المزراء ووي 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 حاجة ضدي أنا والقضاء الإيطالي عمل نون كون باليد القضاء الإيطالي عطاني أنا الحق وماتها ربحت القضية بولا والقضاء هو اللي قرر لا وجاء كونتر وزارة الداخلية ووزارة العدل ورئيس الوزراء هذه حاجة شخصية تبعتني هنا لذا هنا تحية خاصة جدا للقضاء الإيطالي وللقضاء إيطلين أنا بيش نبدأ نحكي ونوري فيكم في نفس الوقت يعني إيش معنيتها مدهد الإيطال الكبيرة هذي اللي فيه أنا بيش تولي صغيرة وبيش نوريكم كل شي بعينكم متشوفوا خير نبدأ هوني هذي هذي رئيس الوزراء إيطالياني هذي هي اللي تحكم فيتاليا وهنا شنو كتبو هوني إيجوديشي نون التنغون المينو تري ميغرانتي الدكريتو بيان تيدوزي إيليجittimo معنيتها غير شرعي الفيمنالي فارمو ريكورسو به هوني إيليجittimo معنيتها غير شرعي هوني الفيمنالي معنيتها وزارة الدخلية شنو شنو يقولون ماتن يقولون إنه القضاء لم يعتقل ثلاثة مهاجرين على الأقل والمرسوم هذا القانون هذا اللي عملته رئيسة الوزراء وحكومتها غير شرعي وفالاخر بكل وزارة الدخلية تستأنف يعني على تعمل الاستناف مش عاجبها الحال يعني به نتعد أون ميغرانتي إرغولارة حراجة يعني بمين عليه يمبنرة لديتيزيون شنو قالوا هنا قالوا القضاء يطلق صراح مهاجر غير نظامي ووزارة الداخلية تقول اللي بش يعملوا استأنف على هذا القرار نرجع نتعد نتعد هوني هوني الجودي جلانو الجوورن شمعنتها معنتها يجمدو الحكومة خنين نبدأ كي نعمل كي بش تشوفو بش ايكو الدكريت سول الإسبولزيون أجل رات إليجيتم جا الليبري أوتو سبيتي دي بوطالو الفي مين علي إلي هي بزر داخلية فرا ريكورسو شنو قالوا هنا قالوا القضاء يجمد الحكومة مرسوم الطرد غير شرعي وثمانية ثمانية ثمانية سي أوتو سبيتي ثمانية حرقة خرجهم القاضي وقال إنه القانون الجديد هذا غير شرعي وزا الداخلية عملت ريكورسو استقناف به وين وصلنا وصلنا هنه نرمال مو نتعديو هوني ميجرانتي ميلوني اللي هي هذي اللي هي وزيرة رئيس الوزراء الطاليانية أتاكا لسنتنسا دي كطانيا ون ون مو 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 دي طاليا ايو اللي جديد لا جديد لن دي كازو персонال وش لين هذي يعني politika هذي politika طاليانية هي أصلها عند حتى الجنسية الأمرikeية وهي نرمالما الفيتي بريزيدينتي متاع ريجون إيميليا رومانيا شنو قالت قالت بريمير المنتا سكنترو استيتيتوزيونالي معناتها هجوم على استقلالية القضاء وتقول قطعة تقول قطعة من إيطاليا هوني ويني ومبيتسو دي لإيطاليا هوني ومبيتسو دي لإيطاليا أيوتا الليجاليطا معناتها قطعة من إيطاليا تساعد على عدم الشرعية والجودة يجاوبوها الجودة الذين قررت وصيبت العباد للحرقة قتلها نون ديفينتي كازو برسونالي قالت ما هوش بشي تصبح قضية شخصية يعني وذي كان ناشطة والسياسية في نفس الوقت إيطاليانية قالت رئيسة الوزراء أو رئيسة الوزراء يؤجج الصراع المؤسسي يعني يشعلوا في النار بلغة أوضح به نتعدى هنا للرأي الرأي رأي نيوز هنا الرأي تقول ميلوني هذي تشينترو من داخل اللي ورأيه هنا نعمل لك تشوف بالكدر هيكو ما تقول ميلوني هنا تقول ميلوني ميلوني تقول اللي انا اصدمت من الجودتي اللي ماخذاش كلام من القانون الجديد ومحكمش بالقانون الجديد وعشرة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء هذك شفتواك الجي اس ام ما معنتها المجلس الأعلى للقضاء هجوم على استقلالية القضاء يعني خذوا موقفهم بيه نتعديو للخرة خطر اوه برشا هوما نتعديو هنا للخرة ميقرانتي لا سنتينسة كي ديفيدة لا ديسترات تاكا الجودتي شلت كي نون لياسبتطانو هنا شقالوا هوما ما تقرار المحكمة متاع هوني خليني نجيدكم بالليه هنا لوتا هذي المكتوب هنا لوتا هذي خطر في كتانيا وحتى في فرنسة اللي هي هنه قالوا لديجيزيونة دل تربونال دي فرنسة كي هانو لاتو الإسبولسيونة ديون إميغرانتي آجيتالياني ما معنى هنه قال القرار المحكمة متاع فرنسة إنه قرر يلغي الطرد آجيتالياني ما آجيتالياني ما معناتها شناحة شوي كي ما نقوله فهمتو به وهنا في الأخير بكل قالوا باستا دي لجيتيماتسيونة شمعناتها؟ معناتها كافة من نزع الشرعية ولا الشرعيات؟ موجود بارشة باش نرجع لكم هنا توا موجود الأخبار هذي لكل هاليوم والبارح والتالبارح ليما تدومك كليت بعضها لذا إلى كل حرق إلى كل مهاجر القانون الجديد اللي هبط القضاء جا كونترو ويقولوا اللي المرسوم الحكومي بشأن المهاجرين غير شرعي غير شرعي القضاء را هو اللي يحكم في الأخير بكل هنا في البلاد هذه في إيطاليا راه القضاء هو اللي يحكم يعني في الأخير بكل القاضي راه هو يحكم الرئيس ويحكم رئيس الوزراء ويحكم لوزير ويحكم رجل الأعمال ويحكم بحكامه هنا القضاء خبر جميل جدا على قبل وكاتتكم أخبار به ويحيا القضاء الإيطالي تحية خاصة جدا 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 إلى القضاء الإيطالي والسلام عليكم